مرحبا بكم انتو مدى بكا تسمعوا البودكاست ديال دوبوكاست انا معاكم السولو هوست ديال هاد البودكاست محمد القدوري في كل حلقة قد نتعرفوا على كتاب ونبسطوا الافكار ديالو لعموم الشباب لهذا ما تنساش يلاك انتي ما مشتركش معانا في البودكاست تشترك من الليلين اللي غتلقاهم التحت ولا دير سبسكرايب للقناة في سبوتيفاي جوجل بودكاست ابل بودكاست هاو تو ستارد دروب شيبين هو واحد الكتاب لمخصص للمبتدئين والناس اللي بغين يعرفوا على دروب شيبين وهو من المؤلفات المجانية ديال شركة ديال الوبيغلو بوان كوم الناس اللي ما كعرفوش اشنا هو اوبيغلو اوبيغلو هو واحد الموقع متخصص اللي كيعطيك مجموعة من نصائح ويحطو جهات على كيفاش تبدأ واحد البزنس اونلاين وميمطون هو اكستنسيون ديال دروب شيبين اللي كتنصاليها في شوبيفاي وقايعطيك الوينين بروداكت والستاتيستيك وشحال ديال المبيعات والريفيو باش تلقى واحد الوينين بروداكت هو واحد اللي هو زيانة بزاف واللي غاد سهل عليك انك تلقى واحد المنتوج رابح اللي غايتباع عليك في السوق لهذا يلا كنتي مهتم بالمجال ديال دروب شيبين وبغيتي تعرف عليه بزاف ديال المعلومات حاول انك تطلي شارجي هاد الكتاب حيث هو كتاب مجاني على الموقع ديال أوبغلو دوت كوم ولا حاول انك تبع لمحاول ديال هاد الحلقة حيث غان حاولو لخصوة واحد المجموعات يلا ما حاول اللي مهمة من الكتاب ونعطيوها بواحد طريقة اللي سهله كينين ربعد يلا ما راح الاساسية اللي كتوضح لنا اشنا هو دروب شيبين اول مرحلة واحد الكليا اللي كيدخل لواحد المتجر الالكتروني كيشري واحد البرودوي تاني مرحلة مول المتجر الالكتروني كيشوف بانه راكين واحد الكليا اللي شري واحد البرودوي من الموقع دياله اشكا يدير كيشفت لكوخ دوني للسوبلاير تالت مرحلة السوبلاير كيشوف لاشعار ديال مول المتجر الالكتروني وكيشيبي البرودوي للالكليان للأدريس اللي اعطاه لالكليان في السيت رابع مرحلة والأخيرة مول المتجر الالكتروني كيألم الكليان بانه سلعارة هاد شيبيت شحال غيخصني ديال الفلوس باش نبدا في دروب شبين هو سؤال اللي معقول ومنطقي اول عنصر اللي خاص كفرت ليه لبال وهو شوبيفاي لكن تيغاد ديال ماتجر الالكتروني في شوبيفاي ارى شوبيفاي لكوست ديالو اشتراك الشهري 29 دولار ثاني عنصر اللي مهم هي الحاملات ديال الماركتين سواء ان تيغاد دير اعلانات في كوكل ولا فيسبوك اخاص كتحط واحد البيجيت واحد الميزانية صغيرة اللي خاصة بالماركتين وخاصة بالإعلانات باش ديك الساعات بتعولش على انه غرار لي لايك غيطلعو بوحدهم ولا مثلا الباش ديال قرار ديال غياغات شهر حيث هاتش كي يبغي الوقت وكي يبغي انك تنفيستي فالوسائل ديال التسويق سواء اللي ميزانية ولا المدفوعة والمدفوعة كيما قلنا ديال الادز ثاني عنصر اللي هو الدومين قد ديتي ومجزر ديالكو خاص واحد الدومين قد ديتي واحد سيت ويب ديالكو خاصو الدومين را كتشريه وكيدير تقريبا 12 دولار للعام يعني هنا واحد الخلاصة الأساسية را ما كانش واحد الميزانية كبيرة بزاف واللي ممكن توقف كما تبداش را ميزانية بسيطة وخسكي غير تشيري الميزانية ديالكو بعقلانية وتحط كل حاجة بلاستها وغايكون داك شي صالح لمتجر ديالكو الإلكتروني والعالم ديالكو الإلكترونية اللي غايحقت واحد النجاح را ديالكو الفلوس غايرجعو لكو بالدوبل خصوصا إلا خطريتي واحد المنتج اللي عليه واحد الدومونت شوز the right product and supplier اللي هي الخطوة التالية كيفاش تختار واحد البخودوي وواحد السوبلاير اللي غايخليوك تنجح في المجال ديالدروبشبين وقد عطيك الشركة ديال اوبرلو فهد الكتاب مجموعة من النصائح النصيحة اللولانية ستعمل لكستنسيون ديال اوبرلو حيت فاش كتكون كتليستي قلة من 500 برودوي كيعطيك أنك تستعمل الحساب لما تخلص عليه وكيعطيك تشوف الاستاتيستيك وواش داك السوبلاير كيستعمل الايباكيت الايباكيت هي واحد الميطود ديال الدليفري اللي دغياء كيصفته بها في شنوا و هونغ كونغ اللي باكاجين بواحد السرعة وباش كتتمييز هاد الايباكيت الايباكيت كتتمييز بأنه كل ما كان لمنتوج صغير كل ما كان غاي تصفته بواحد السرعة قياسية لأي دولة وما غاي تطلش الضغياء غاي وصله ووحد الضرف ديال ثلاثة سيمنة تقريبا اللي هي مزيانة ما تطلش بزيف والايباكيت كتلعب دور في أنها كتوصل للبرودوي دغياء للكليان وكتخليه صادسفي تاني عنصر في أنك تختار البرودوي شوف الاستاتيستيك ديال البرودوي واش كيتبعز بزيف شوف الريفيو الناس اللي عاش بهم داك البرودوي واش عندهم انطباعات كتير إيجابية ولا سلبية حاول أنك تفيلتري في المنصات ديال الدجارة الإلكترونية وتشوف الطب ديال البرودوي اللي كيتباعو تمبايا باش تاخد واحد نضرع لاشناه وما البرودوي اللي يمشين مثلا في الصيف ولا مثلا في الشتواء ولا في المغرب ولا في المريكان طيح اعطيك هاتش واحد الفكر المهم كينين عدة طرق باش انك تختار واحد الوينين برودكت كتبني الاختيار ديال الوينين برودكت ولا السوبلاير لمجموعة من المعطيات انهم يكونوا عندهم شيبين سريع بزاف يكونوا اللي بخدوة عليهم واحد طلب يكونوا المؤشيرات ديال الريفيو وديال تقييم ديال داك ستور ولا ديال داك البائع ولا السوبلاير ايجابية لان هاتشي غيخليك ما تلقاش مشاكيل معاليك اليوم وما يكونش عندك الروتور بزاف ولا ما يكونش عندك واحد النيغاتف فيدباك الناس ماك مثلا كتطلع اليوم السلاح ويقولوا را هاته السوبلاير ولا هاته الصور هذا را معروف بانه ما كتوصل لك السلاح حتى تضيط المرض هاتشي غيشكل لك مشكل في البيع وشراء معاليك اليوم وما عاد تحققش واحد النجاح الى كنتي كتطل في شيبين وكتطل انتو السوبلاير في انك توفر البردوية بواحد السرعة وبواحد الكاليتي حتى الكاليتي راها تتلعب التور حاول انك تختار منتجات لفهم واحد المنموم دي الكاليتي اللي مزيانة وبهات الطريقة غتنجح في الاخر غتحقق واحد الارباح اللي مزيانة حيث عد بنيتي المتجر الالكتروني ديالك و للعالم التجاري ديالك على حصاءات ومؤشيرات مشيعير جيتي و حليتي المتجر بشكل عشوائي وصلنا دابل الشيق ديال التسويق الرقمي باش تنجح في التجارة الالكترونية كما قلنا خسك تسوق لمتجر ديالك الالكتروني ولا العلامة ديالك التجارية واول خطوة في التسويق اللي هي تختار واحد اللوغو اللي يكون زوين ولا معافتيش تختار لوغو ولا تقدو ولا تتعلم كيفاش تقدو حاولت أوتسورسي اللوغو ولا الدزاين في المنصات ديال الفريلانسين بحال فيفار ولا خمسات ولا مستقل وتشوف واحد الدزاينر اللي ممكن يقدلك واحد الدزاين سواء ديال اللوغو ديال الفيسبوك وديال الكوفر ديال الفيسبوك ولا ديال السوشال ميديا بصفة عامة اللي يكون تتعبر الكليون وفيه ألوال اللي تتعبر على العلامة التجارية قدادش حتى هو دخل في القطة ديال الماركتين مشغير كتختار أي لون أشوائيان ولا كتختار واحد الفون أشوائي ولا واحد السامبول أشوائي خاص يكون داك شي عندو علاقة مع الناش ديال كل التخصوص ديالك مع مرك هتلقى واحد السطور معي اللي كيبيع البروتين وما ديرش واحد اللوغو مثلا ديال تشيم ولا ديال اكسرسيس ما غتلقاش دير واحد اللوغو مثلا ديال شعجة ديال الالكترونيك يعني اختار واحد اللوغو اللي يكون relevant الالوان يكون relevant يكون داك شي متناسق وبسيط وسهل باش يحقلو عليك الناس باش ديال الساعات رات تكون واحد الانطبع تاني عنصر اللي هو الاد معرفتيش انك تدير حملات اعلانية وخفتي لتضيع فلوس كفي تيستين ديال اي بي تيستين ودك شي وتمر دراسك حاولت اوتسورسي الاد شوف شي واحد اللي متخصص في جوجل اد او في سبوك اد عندكم في المدينة ديالكم ولا في المنصات ديال الفريلانس وخلص ليه باش يدير الحاملة الاعلانية ويجد لك الاد وما تضيع الوقت ديالك حيط لا ما تعطي خمسة دولار ولا عشرة دولار الفريلانس وتقطي الغارات ولا تضيع خمس الاف درهم وفي الاخر ما كينوالو حاول تكون تكي الحاجة اللي ما عرفتيش اللي ما عندك الوقت باش تعلم وبالطرورة ممكن انك تتعلم بالاد ركينين فيديو وات فيسبوك اللي كيعلموا كيفاش تلونس واحد الكمبين كيفاش تدير لها بالتفاصيل الموملة ديالا الى كنتي من الناس اللي كيعجبهم يتعلم ركينين فرصة باش تعلم الى كنتي من الناس اللي ما عندك لوقت اللي خدام ممكن تاوتسورس الشي فريلانسر وتخلصو حاول تدير دي كولابوراسيون مع دي فريلانسر ولا دي زنفلوانسر باش يي يبارتاشيو لمندوج ديالك واللي لبسوه ولا يخليوا البراند ديالك معروفة لجمهور ديالهم وماشي بالطرورة يكون شي انفلوانسر كبير يكون غير محلي ولي يكون شي متجر معروف باش لك الساعات الناس يشوفوا المنتج ديالك عند ناس اخرين كيستعملو كيغطيه واحد الانطباع يعني غراء منتج اللي ديش كيتباع واللي كيتستعمل بوحد طريقة معينة ما تحاولش تركز غير في الحاملات ديالك الالكترونية على الجانب المدفوع كي الجواني بغير المدفوع الجواني باللي فابور بحل أنا قد نشر واحد لمحتوى تصاور بخدوة ديالك في الانستغرام بشكل مثلا كل أسبوع تحاول ترديس ارتكل على ذاك البخدوة المعين بهات الطريقة غات تنوع ما بين الـ الـ و والسيو وال ماشي غير تعتمد على الـ حيث الـ بوحده ماشي مهم ولكن كيلعب واحد الضور أساسي حاول تنوع استراتيجية ديالك في التسويق باش حتى الناس اللي كيجيوك من سيت ومن انستغرام والفيسبوك كيكون ترافيك متنوع في الأخر كيكون عندك واحد نتجة اللي رائعة بسف عندو زد أبا من جموعة ديال النصائح اللي كيعطيهم دروب شيبر اللي بروفيسيونير في المجال للناس المبدئي اللي غيبدو أول نصيحة كيقول لكم ما تختارش واحد الحاجة اللي عندك فيها الشغف مثلا نعزيز عليك الانيم وغتختار واحد البخود ودي الانيم وغاي سحبك انه وغاي يتباع حيث انت عزيز عليك الانيم حيث ما درتش واحد لاغو شيخش في الماركيت وما شفتيش تاكل البخود ويش كيتباع غتختار واحد الهاجة اللي فيها اللونغ تيرم غتربح يشريوها تكسي علاش كيعتق النصيحة اللونغ يقول لك اختار واحد البخود ويكون في واحد المجال ديال الربح وواحد الهامش ديال الاربح للناس كيشريو وماشي واحد الحاجة اللي انتم تحمس لها حيث الحماس ومثلا واحد الباشن اللي عندك نتايا ماشي هو أساسي باش تنجح في ذاك المجال حيث هذا مجال للتجارة الإلكترونية ماشي مجال الموتيفاسيو تاني نصيحة حاول انك التعلم لك تدخل لمجال بزنس أونلاين ولا اي مجال راه الدومين غادي وكي تبتل كيخرج مواقع جدا طرق ديال ماركتين جدا قوانين جدا اي حاجة جديدة يعني انت اخذك مرة مرة تبقى تكلس مع رأسك وتشوف الجديد وتدخل تشيكي وتشوف اشنا هي الحاجة اللي تزات جديدة في كل عام باش ما تصييتش بحتى ما تكونش ديك عند دكريك العقلية القديمة ديال ان اني صافي راه مثلا نجحت في هذا المجال غايبقى المجال دي ما كاك ما تبتلش حيث ممكن يخرج واحد الميزاجور مثلا موئيان في dropshipping ولا في موقع موئيان ولا في shopify ولا في شقنت وانت ما عارفوش المنافسين ديالك عارفين ديك القضية وغيتغلبوا عليك وغيتخسر فلوس ديالك وغيتخسر الوقت وغيتلقى رسك ما كتدير والو ومع الوقت غاتنقارض من داك الدومين النصيحة التالية التالتة هي حاول انك تسبرد وتستمر في البخوزيس ديالك حيث هنا واحد الحاجة اللي كان نفتق دولها في العالم ديال الانترنت ولا في هذا العصر هذا هو الصبر كي سحاب نوش الحاجة غاتنوصل لها دغية كما كان شارج فيديو دغية ولكن الحاجة ركت تاخذ الوقت وكتتعلم فيها وكتسن وكت الاستمرار اليا والصبر بش يالله كتوصل النتائج اللي بغيت رابع النصيحة حاول انك تبدع في المحتوى ديال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبراند ديالك بالعلامة التجارية ديالك يكون المحتوى ديالك فارد من نوعه يكون زوين يكون في شكل يكون اختلفة لالناس الاخرين حيث بهذه الطريقة تكون متمييز ماشي يكون من الناس الاخرين حيث إذا كان ما عندك تمييز ومغيشوفوش الناس الفرق بين الاشهار اللي قدير ولا البوست اللي قدير نتايا على العلامة التجارية ديالك والبوست ديال المنافسين ديالك غيبان دكش بحال بحال وملي غيبان بحال بحال ما كان تش حاجة اللي كتميز كال الاخرين النصيحة تالية هي حاول انك تلقى واحد مصدر ديال الفلوس اخر تعاون به في المجال ديال الماركتين ديالك حيث كل مرة غيخصوك فلوس باش تطور الحملات الاعلانية ديالك يعني دير واحد البروجي واحد اخر صغير لتعاون به البرجيت ديالك في الماركتين حيث كل مرة غيخصوك فلوس لتنجك تيوم في الحملات الاعلانية وقال في تيست باش تشوف الجومهور ديالك وهات شي غير عليك غير عليك بالنجاح ولكن خاص انه يكون عندك مصدر حيث لما كانش عندك المصدر شي خدمة ديال الفريلانسين كديرها ولا شي عاجل شي يخذ شي وظيفة تجيب منها الفلوس غطيح مشاكل حيث بعض المرات غيوقفو لك الحملات الاعلانية ويخصوك الفلوس وهات الاعلانات را كيلعبو حد طور أساسي كما قلنا ماشي هوما كلشي ولكن را مهم باش توصل لجومهور ديالك تستهدف لجومهور ديالك اللي باغي ذاك المونتج الأخطاء الشائعة اللي كييطيحوا فيها الناس اللي كييبدأ في التربشبين من بين أخطاء الشائعة أنهم اللي كيبدأ كيبيع وتيكون الناس الوردر اللي كييجيو قلالين كي يتريد تهم بوحد طريقة اللي مانية يبقى هو يتريد تهم يسيف طوام بارميساج ولا يسيف طوام السبلاير ومحد الوردر ولا الطلبات كيكترو كيتكرفس يعني الاكترو الطلبات حاول تخدم عاقنا صخرين حاول تقلب على شي منصة اللي كيديرو الاطوميشن لذيك السيرفيس باش ما تعياش حيتي الاكترو عليكم طلبات مثلا في النهار كيجيوك عشرين الف أوردر تخيل معاي ونتبوح تكلي خدهم غايكون قاسحة باش انك تريد تهم كاملين وتصف تلي دون دي لهم كاملين يعني غير يلاش فتراس كتحقق واحد النجاح موئيا حاول انك تدير الاطوميشن وحاول تخدم معاك ناس اخرين حيث هاتش غير اعونك ما تدير كوبي كولي الحملات الاعلانية دي الناس الاخرين ما يمكن اشتفز واحد الحمل اعلانية عجبات كل واحد الفيديو ولا واحد البوست ودير لها كوبي كولي بنفس العلوان بنفس الطريقة وتسن واحد الناتجة حيث هنا تقتل إبداع وحتى بحل تقلل من الدكاء دي داك الكلين اللي غاي يكلي على داك البوست وعلى داك الاعلان حاول يكون الاعلان دي انيك ويكون في شكل ويكون كيستهدف الحاجيات دي الناس اللي ينفر المنطقة دي كول المحتملين وبهات الطريقة غتكون متميز على الناس الاخرين من الاخطاء الاخرى اللي هو ان كنحكرو الفكرة دي الان كتكات تستور كيف بنلينا شي حاجة بنال ولا سهلة من خلال الفيديوهات اللي كنشوفو في اليوتيوب ولا الناس اللي كي سهلو ويقول كره سهل باش تكات تستور في شوبي فاي ولا والحاجة اللي ما يردوش لها البال انه لازال قريط مكيت بدلو وكما قلنا راه ديما كتبتل وخاص ديما تتعلم وما تقول ش راه شي سهل ولا مثلا تقول راه شي بانال وغايب قديمة وتحقرو ويستقر لك شي update ولا شي ميزاجور ويهرش لك ذا شي قاعد اللي كنت قدير من البال الاخطاء الشائعة انك ما تقراش الريفيو ديال البروداكت الريفيو وهذاك اللي كيصفته كتلقى لا علاقة ولا مجال لمقارنة ولا الناس كيعطوكم علومة كيقول اليوم واحد البروداكت ريتو ومعش بنيش خايب ترش اللي يضغي ولا مثلا في هاد المشكيل ولا في شبنج يعني مهرس وبغيت نرد ما 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 يملك تقرار الريفيو ك دروب تستغل دوك المشاكل بأن كتلقى لهم الحل وفجل تتلقى لهم المشكل تتلقى لك المشاكل الحل وطماتيكم ركت قلص من انه داك المشاكل يوقعو معاك بدل ما رتطول لك ولا يكتبو لك ريفيو اللي خايب كتلقى الناس ساتي سفيح حي ديجا عرف تيوم المشاكل اللي عندهم معلي بخدوية من البال اخطأ شائعة الاخرى اللي تستعمل الابليكاسيون اللي كتعونك في البيع ولا الشراء ولا تسويق وما تعرفش مثلا وش ديك الابليكاسيون سيكوريزي ما فيها شي تغرى ولا مثلا ما كتسوق لها شي حتى مثلا واحد نهار كيتطحك داك سيستعم ديالهم ولا كيوقف وكتستقف المشاكل مع الكليون ديالك يعني يحاول تحقق من اللي تستعمل هم وال الريفيو ديالهم والتقييم ديالهم وكيش عندهم وكيش تحقوا دك الدمان اللي كتخلصهم ولا كيش تحقوا ان كتستعمل لهم في الاي كوميرس ديالك ولا لا هتذا رائع استثمار ما نجيو شو نشري واحد مزيانة وكتعطيك واحد الريزولطة اللي مزيانة في الاخر ما تحاولش انك تكتر لي سو بلاير اختر واحد سو بلاير معين ما تكترش عليك لسو بلاير حي تغدر وهم وهذا من بايا الأخطاء اللي كيتحو فيهم الناس تختار عدد ديال سو بلاير وتكتر هم عليك مثلا اللي تحقق مثلا كتري تكتر سو بلاير بلاير يعني حاول ما تكترش لي سو بلاير اختر واحد سو بلاير واحد اللي مزيان اللي في معايير معينة وتشغي عاونك ما تكترش لي سو بلاير حيث تشغي تلفك في الأول وصلنا للنهاية ديال الحلقة ما تنساش انك تشترك في القناة ولكن عندك اي تساؤل ولا استفسار رشلونينا على الانستغرام ولا الفيسبوك رحنا هنا باش نتعاون بناتنا والى اللقاء مرخرة مع كتاب واحد اخر جديد